ومش حرام ممكن ما عمروش عشان مش دي الأصول وما فيوش حرمة ممكن ما عمروش عشان ده مش لائق بي نعم وهذا بالحضرتك نقول الأول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا كون الإنسان كاتوم أو غير كاتوم دي صفات شخصية في البني آدم في واحد بطبعه مقبل على الكلام وفي واحد بطبعه لما بيحبش يعبر أو يتكلم في واحد بيشوف أنه محتاج حد يشاركه وفي واحد شايف أن مشاركة الآخرين دي بأربابين لهم ضعفي أنا ما ينفعش فدي أمور اعتبارية ممكن تختلف من شخص الآخر وممكن تختلف مع الشخص الواحد بحسب اللي قدامه نعم ما هو أنا مش كاتوم مع الجميع ومش مبحبح مع الجميع برضو صح ومش كاتوم في كل حاجة ومش مبحبح في كل حاجة يعني أكيد كل واحد مننا في حياته مساحة معينة ممكن بحدش عارفها غيره صح فإذا مسألة الكلام من عدم ودي مسألة ترجع لتقديري أنا الشخصي المهم لما أجي أتكلم أو أجي أسكت اللي بيحركني في دي نظرة الشرعية بقى اللي بيحركني في الكلام أو عدم الكلام هو المصلحة من عدمها المصلحة دي ممكن تخلني أتكلم لدرجة أن أنا الشارع يسمح لي بحاجة هو محرمها في الأوقات الطبيعية يعني الشارع مثلا قال لي لا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحمة أخيه ميتا الغيبة حرام الغيبة من أفحش الزنوب طيب لو أنا متضرر من حاجة مش هينفع أزيل التضرر ده خلي بالحضرتك مش هينفع أزيل التضرر ده غير أن أنا أقول فلان ظلمني فلان واخد مني فلان مدايقني عند حد عنده قدرة على التغيير هروح أقول عادي هند راحت بنت عطبة راحت للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت له أن فلان جزها يعني رجل شحيح اشتكت له هين وبقى في حالات معينة يجوز فيها الغيبة ست حالات اللي ذكرناهم قبل كده دول إذن هنا انتم تفطفض عشان توصل لحقك مسموح لكن أنا هفطفض مش عشان أوصل لحقي أنا أقول ده فلان أعمل فيها ده فلان سوى ده ده كذا ده صفة ده كذا أنا ما فيش مصلحة من وراء ده غير بس أن أنا طلع شحنيتي الغبابين طيب ما الدكتور قالك لازم نطلع لو كتبنا حنموت ما هو تطليع ده لوجه طرائق لوجه طرائق يعني طرق مختلفة مش ضروري أنها تكون أنا باتكلم مع الآخرين على آخر غائب أنا يمكن بس يعني حاسمح للنفسي بأن أنا أتطفل شوية على مجال الدكتور محمد وكمل يعني بعد كلامه يعني أنا مش بستدرك عليه طبعا ربنا يبريكا شكرا شكرا أو يسمع واجعي يستغل ده ضدي أقول يا رب شكاية الموحدين إلى رب العالمين يا رب أنا عبدك الضعيف شو في سيدنا عليه الصلاة والسلام يا صلاة والسلام الموقف ده دايما بيهزني والموقف ده بتاع الطائف ده اللي كلنا عارفينه وحفظينه بعض المحدثين قال السند بتاعه مش قوي فجي الإمام الزهبي راح قايل كلمة قال ولكن هذا الكلام لا يخرجه إلا من مشكات النبوة ده كلام معجز ده كلام ما ينفعش يخرج إلا من الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم ما يني أشكو إليك ضعف قوتي وقل تحيلتي وهواني على الناس إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي لك العطبة حتى طرده فبيشكيله ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام كذ مولانا يعني إيه لك العطبة حتى طرده يعني يا رب أنا اللي بقوله ده مش اعتراض على قضائك وقدرك يا رب مش عطبة دي جاي من عطابك العطبة من العطاب آه يعني هو الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ربنا سبحانه وتعالى لك علي من الحقوق بما يجعلني أسترضيك وأطلب